بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا وحلقة جديدة من اسأل مع دعاء المثل المصري الأصيل بيقولك إيه ما شفوهم شو هم بيسرقوا شفوهم وهم بيتعتبوا إنه الناس ممكن يعني ربنا يسطرهم في مواقف معينة وبعد كده يتفتحوا في وقت أو آخر لو أصروا على المعصية أو لو يعني كملوا في الزنب كملوا في السرقة كملوا في أي حاجة هم بيعملوها سيئة هيتشافوه هم بيتخنقوا بيتفقوا بيعملوا بيقولك في الآخر بقى يعني يوم القيامة ده أحيانا بيسموه أو بيسمى يوم التلاوم الناس هتبدأ تلوم بعضها أو هيتحسبه أو هيشاور يقوله أنت السبب وده يقوله أنا مالي أنت مشيت ورايا وأنا قد تدربتك على إيدك كل الكلام اللي احنا بنقوله في الدنيا ده ولا نلقي له بالا هيتقال في الآخرى ولكن هنلقي له بالا ساعتها بعد الشر علينا يعني يا رب ويا رب ما نقع في هذا الموقف الكريه الشديد فاضلت الشيخ أحمد الصباغ إزاي حضرتك؟ السعادة يا فندم وعايزين نتكلم على يوم التلاوم يوم يتلاوم الناس بينهم وبين بعضهم يتلاومون يتلاومون يعني يلقي بعضهم باللوم على بعض سماء توكل الله فضل أعوذ بالله السماء العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ومرحبا بكم في برنامجكم اسأل مع دعاء وصلي على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا النبي المبارك يوم التلاوم عارفين يا جماعة يعني يوم التلوم يعني يلقي بعضنا باللوم على بعض يعني سين يقول لي صاد لما يلتقوا في العذاب يوم القيامة والعوذ بالله انت السبب منك لله يقول لي يا أخي وانا ضربتك على ايدك انت اللي مشيت ورايا صحيح وإحنا قلنا في الحلقة اللي فاتت لو فاكرين أول من يلقي باللوم على الناس هو إبليس فلا تلوموني ولوموا أنفسكم من ضمن الآيات اللي حدثتنا عن هذا المشهد بوضوح في القرآن الكريم قول الله تعالى ركزوا معايا كده في الآيات عشان تعملوا حسابكم لللحظة دي وتستعدوا لللقطة دي ياللي انت ماشي ورا واحد أو لو انت ماشي ورا واحدة أو ماشيين ورا حد وموقف عقلك لا ما توقفش عقلك كانت مشكلة يا دعاء هالم الكفر والمشركين ان كان النبي بيجي يقنعهم يقولوا اننا وجدنا آباءنا على أم واننا على أثارهم مقتدون موقفين بايه؟ العقل وماشيين إمعة سيدنا النبي حذرنا من الإمعة ألف تحتها همزة ميم عين تيه مربوطة يعني إمعة دعاء هم يعني إيه؟ اللي هو بيمشي يقلد الناس أو يمشي في طريق الناس كده من غير ما يبقاله شخصية نقولها بالبلدية زي الناس يمشي زي الناس انت بتسرق ليه؟ ما يبقاله شخصية وانت بتسرق ليه؟ كله بيسرق طب انت بتنصب ليه؟ ما كله بينصب هذه مشكلة بقى عارفة سيدنا النبي قال إيه؟ ألا يكن أحدكم إمعة والنبي فسرها يقول أنا مع الناس زي زي الناس إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أو إن ظلموا ظلمت ولكن وطنوا يعني حموا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا ألا تظلموا و سيدنا عبدالله بن مسعود بيقول إيه؟ إما أن تكون كن عالما أو متعلما ولا تكون أبدا إمعة يعني يا إما بتتعلم يا إما بتعلم لكن ما توقفش إيه؟ ما توقفش عقلك شوف بقى الآيات اللي بتحدثنا عن الموقف الرهيب المهيب بتاع يوم القيامة شوف ربنا يقول إيه؟ ولو يرى الذين ظلموا الظلم بالذات هيلقوا باللوم على بعض أوي ولو يرى الذين ظلموا ركزوا في الآية دي أوي إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا اللي هم في المقدمة اللي هم عاملين فيها الزعمة اللي عاملين فيها كبار اللي عاملين فيها أسدزة اللي عاملين فيها معلمين شوف ربك يقول إيه؟ إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا يعني الجماعة اللي في المقدمة تبرأوا في الجماعة من الجماعة اللي ماشين وراهم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وييجي الجماعة الغلابة الفؤر اللي كانوا مشيين وراء الجماعة عملي معلمين يندمهم عارف يقولوا إيه وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة لو تعود بينتان الدنيا ومستحيل ترجع تاني هذا إحنا فيها هو لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار ويجي ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه كمثل الشيطان إذ قال للإنسان يكفر فلما كفر قال إني بريء منك واتصورهم حتى الأهل المعاصي وأهل الذنوب وأهل الشرك وأهل الكفر لما يدخلوا النار اللهم نجينا منها ما تقلقوش إن شاء الله إن شاء الله ربنا نجينا منها أنا مش بخوث بس أنا بعمل لكم إنذار عشان كل واحد أغتباله شوف ربنا يصف أهل النار همما داخلين كده يقول إيه كلما دخلت أمتن أم هنا ألف ميم تهم ربوطة بمعنى مجموعة بمعنى دفعة بمعنى جماعة حلو كده كلما الآية هي بتقولها عن النار كلما دخلت أمتن لعنت أختها يعني كل مجموعة ما تدخل النار تشتم وتسب المجموعة اللي قابليهم يلوموا بعض ويشتموا بعض كانوا سبب في إنه يودوا بعض عارف أما أما واحد يقع في مطبق ليه منك لله إنت اللي ودتني في دهي منك لله إنت اللي غرقتني أهو ده في النار بأ أهو كلما دخلت أمتن النار لعنت أختها حتى إذا اتداركوا فيها جميعا دخلوا بقى كلهم مع بعض في نار جهنم قالت أخراهم لأولاهم أخراهم اللي دخلوا متأخرين أولاهم المتقدمين وإما أولاهم اللي هم اللي كانوا عملين فيها الزعمة والروية سأو المعلمين لأخراهم الجماعة المقلدين قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء الذين أضلون فآتهم عذابا ضعفا في النار قال ربنا لكل ضعف ولكن لا تعلمون كلكم هتعذبوا ويجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع أنت عارفه يقول إيه يقول المرء مع من أحب شوف أنت بتحب مين هتحشر معاه ويجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم ده لاتباعه من تشبه بقوم فهو منهم وفي حديث ثاني من تشبه بغيرنا فليس منا وكل التشبه يخوث وكل التقليد يخوث إلا تقليد سيدنا النبي إلا تقليد أمهات المؤمنين إلا تقليد الصحابة قال الله فيهم أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده والآلة العبن بقى دعاء هانم إن ربنا يقول في يوم القيامة أنت عارفة إيه يوم ندعو كل أناس بإمامهم لترجم عارفة يعني إيه يوم ندعو كل أناس بإمامهم يعني كل مجموعة ربنا هيجي يجيبهم يحسبهم يوم القيامة بالكبير بتاعهم بالأستاذ بتاعهم بالمعلم بتاعهم بالكوماندا بتاعهم وراه ومنهم فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأورادهم النار بئس الورد المورود فشوف أنت ماشي ورا مين ويا بنتي شوف أنت بتقلد مين ويا بني شوف أنت بتقلد مين اختر لك حد قلده وحبه عشان هتحشر معاه يوم القيامة وأحسن حد نقلده ونتأسى به ونحبه ونذكر سرته ونركز معاه هو سيدنا النبي والصحابة وأمهات المؤمنين أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده معنا اتصال أهلا أم عمر أهلا سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ممكن يتنمي الشيخة فضال فضال يا أم عمر أنا عنده سنتين وبيتشاء فبعصبه يعني بضربه وكده هل ده حرم حاض حاض وسؤال تاني أنا بنت خلت كانت متجوزة يعني سيلفي و وهو وثبته فبتكلمنيش مدخلان أنا في الموضوع فهلا أنا ليه اسم وكل ما أكلم ماما تقول لي تغير الموضوع فهلا اسم هي ما بتكلمنيش وشالتني منعرفسه كده سيلة الرحم يعني حاض الشقاء ده اللي هم أهل الشقاء أهل النار ربنا قال وأما الذين شقوا ففي النار أنا عارف أني أنت ما تقصدهاش ولا حاجة اللي بتسمعاني ما تقصدهاش بس إحنا لين حط أولادنا في دايرة وحشة أنت ممكن تقول ابن نشيط ابني عنده حركة زائدة ابني مجنني ابني والله مطلع عيني ما في مشكلة إنما اوعى تقول ابني شائي وشائي في اللغة بمعنى شقي والشقي اللي هو من أهل النار فمش عايز وحدة أم ولا أب ولا ولي أمر ولا وحدة بتسمعنا تقول ابني شقي مش عايزين نسمعها قول ابني صعب شوية ابني كسر الحركة أدي أول تكة التكة التانية بتقول أنا بضرب طفل عنده سنتين يا ست تتقرب بنا هو أبه سنتين ده يعرف مين ما يعرفش حد الشائل الملفت وده بنادي عنين وما بيترباش وما بيتفكرش وما بيفهق خد بالك بحيطة دي بقى خد بالك بحيطة دي غير أنه أمه بتكرهه أو أمه علماء التربية وعلماء علم النفس وعلماء التنمية البشرية وعلماء اللي بتخصصين بقى في العلاقات الأسرية يجمعوا عند هنا ويجوا عند النبس أسر ربنا من فوق سبع سماوات عرفنا حاجة مهمة أول وسيدنا النبي وصلها لنا قال إيه الرفع القلم عن ثلاث رفع القلم يعني غير محاسب يعني لو مات مش هيوقف للحساب يوم القيامة يعني صلى ما صلاش زكة ما زكاش ما عليوش حاجة خالص ربنا الصفحيته غلط مغلط مش فرقة اه ايه بقى رفع القلم عن ثلاث قال عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتلم معنى الصبية أو الصبية الولد لحد ما يبلغ والبنت لحد ما تحيط وعن النائم حتى يستيقظ يعني الصبي الولد لحد ما يبلغ والبنت لحد ما تحيط ربنا وضعهم مع المجنين مش لهم ما معنهمش عقل يعني في الحساب ومع النائم يعني ايه يعني ربنا اللي خلقهم ما بيحاسبهمش ربنا اللي خلقهم مش منتظر منهم عبادة نيجي احنا ازاي نحاسبهم طب انا اعمل ازاي علي أن اوجه ويجي النبي ترجمينا الكلام ده ترجمة جميلة عارف النبي يقول يا أستاذة ايه وعد يجيب ابنك او بنتك الصغنانة يعني اللي لسه سنة وسنتين وتلاتة وتقول له صلي عشان ما بتخشش النار حرام عليك صلي بدل مضرابك لا انت تسيبه ويقلد يركب عليك وانت بتصلي سيدنا الحسن كم يعمل كده مع سيدنا النبي يشد في جلبيتك وانت بتصلي ما يبطلش الصلاة الكلام ده خالص طيب اعمل ايه النبي قال ايه الله 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 تصور يا علماء التربية وعلماء النفس توقع التنمية البشرية وعلى القاتل الأسرية حبايبنا وعلى رأسنا يجمعوا هنا النبي قال علموهم مروهم بالصلاة لسبع مروهم بالصلاة لسبع واعمل ايه اسيب له بقى تمانية وتسعة وعشرة مركز تدريب للصلاة واضربوهم عليها لعشر مش اضربوهم يعني اموتوا اجلدوا لا يعني احاول بقى ايه اعلي اعلي الأمر شوي زاخده كده ها يعني زاخده كده يعني ايه اقل المصروف اخوفه والله مش هديك الموبايل لكن مش ضرب بمعنى ضرب لا والضرب احيانا انه يتركوا يعني او يخصموا او يقطع زي ما ضرب بينهم بسور الله وباب او فاضربوا فاضربوا في مناكبها خلتيني بقى حضرتك طيب السؤال هنا بقى زي ما احنا تعودنا في الحلقات لما ربنا اللي خلق الطفل والطفلة ما بيحسبهمش الخالق اجي انا حسيبهم يا فندم انا اعمل ايه بقى سيبوا من الاولاد يعيشوا مرحلتهم ابوس ايديكم سيبوا الودي اتنطط و سيبوا البنت تلعب و هاتولها عرايس و هاتولوا الودي و يلعب بيها و سيبوهم يجرم و سيبوهم ايه دي طاقة لازم يطلعها لان علماء النفس و سيدنا النبي سبقهم بكده يقول لنا كده السمم التربية كده يقول لك لعبه سبعا و صاحبه و لعبه سبعا و قديبه سبعا و صاحبه سبعا ثم اترك له الحبل على الغارب فانا ما تضغطش على ابنك عشان الضغط او الكبت يولد الانفجار هو ده فزا كان ربنا من فوق سبع سماوات رفع عنهم القلم ما بحسبهمش اللي خلقهم اجا انا و ذلك بقى في نقطة مهمة سمحية لازم اقولها بعض اهل المساجد بيقعوا فيها و دي انذار خطير ل اهل المساجد و ادارات المساجد يجي الاولاد الصغرين يخش يصلي يقول لي رجع امشي ورا امشي ورا صلي ورا كسرته زعلته خوفته متجامع كرهته في الجامع انت عارف النبي قال ليه يا فندم الرجال ثم الصبيان ثم النساء مش تقليل من قدر الصبيان ولا العائل الصغيرة خالص انما ليه علشان يقفوا ورا لو لعبوا مع بعض زغزغوا بعض ضحكوا مع بعض ما يعرقلوش ولا يشوشروا على مين على النبي صلي يعني انت الصح الصح لو فيه ضبط كان النبي يقول ايه بين كل رجلين ولد بين كل رجلين طفل لكن النبي وقفهم ورا مش تقليل من قدرهم لا عشان ياخدوا رحتهم يعني تقول له يا ابني ارجع ورا يا ابني عشان تود رحتك عشان ما تشوشرش علينا احسن ما تقول له ارجع امش ورا وفي واحد يقول له مش لما بك يصلي تبقى بتصلي احنا زمان حبيبونا في الصلاة ناس كبيرة كده كانوا يديني بمبوني في المسجد وكانوا يديني ربع جنيه ولسه في الخير فحبيبوا الاطفال في المسجد وكت بنادي ليه لا بقى الامهات بيروح يصلي التراويح او يعودوا في المسجد هما والاباء لما ان شاء الله رب نفتح لنا المسجد ويرفع الوباء باذن الله ليه ما نعملش ملاهي في المسجد تحت دورهم في الملاهي كده الولد اللي عايز يصلي يصلي او البنت واللي عايز يلعب يلعب المسجد جامعة صحيح هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلالي طيب قبل ما ناخد الاتصال بنت خلتها متجوزة سلفه فتطلقت فقطعتها هل ده يعتبر قطع سبط رحم هي تحاول معاها في المناسبات في الاعياد بالاتصالات وهي التانية لو قفلت عليها خلاص التانية اللي قفلت هي القاسمة وانا بحب في الامور اللي زايدية البعد عن الامور دي غنيمة علشان ابو الله يرحمه وقال لك كلمة والناس اكدوا الكلام ده بيقول لك كل حاجة دعاء هانم ممكن تقل إلي حاجة واحدة لازم تزيد هي ايه وليه اللي بقى سؤال على هو كل حاجة بتقل إلي حاجة بتزيد لازم تزيد الكلام عمر الكلام ما بيقل لازم الكلام بيقل بيزيد ويحط عليه شوية بوهارات فعمل ايه فخليني انا على جنب وده اللي حصل لما سيدنا النبس والسلام جيه سأل احد زوجاته رضي الله عنهن جميعا عن السيدة عائشة في حديثة الإفك قالت يا رسول الله دعني فوالله ما علمت عنها إلا خيرا فانت توصل معاها على قادر المستطاع بحذر علشان القيلة والقال لله تعالى و هي لو أطعت و أفلت يبقى هي الأسمة وأنت بريئة بإذن الله تعالى معنا نادية عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا فضالي سؤال أنا بس كان عندي مشكلة إن عائلت أبابايا يعني جديتي لأبويا و عمناتي و عميه للأسف يعني كلهم ماشيون في سكة الأسحار و بقالهم فترة معنا على كده لي أنا و مامتي و أخواتي مين قال لكم مين أكد لكم بالكلام للأسف هو عام ينفسه هو لنا كده كلهم إيه فرد و أنا ماشيين ماشيين في سكة الأسحار و بيزحروا لهم يعني هو عام ينفسه هو اللي قال كده بقى بعض يعني كل واحد فيهم بقى بدأ يقول إن التاني كان بيع يعني بدأوا يقولوا بقى يعني كل واحد بدأ يقول التاني كان بيع يعني كل واحد بدأ يقولوا يقول انت حضيت فضحوا بعض ببعض يعني أهو بزرط كده بقى طبعا نحن دون الواجتين حال يعني بعيدنا عنه و قطعناهم بس الحاجات دي و هي ده قالهم فترة يعني حكا بقالنا فترة أه بدأ بمسلا بروح حاك شف و عمل أشاعة هيستفيدوا إيه لما انت تمرضي هتستفيدي إيه لما انت تعي أو تمرضي هو مش ليه أنا بس ليه أنا وما انت كذا حد يعني من قرائيات معلومة هي بقى الإفادة بقى اللي بتجي لهم يعني بتشفي غنيلهم في إيه انتم دايقلهم في حاجة حاليا أبدا بالعبط يعني حتى عزلنا وصلنا النسائل فترة يحسن نتجنبهم عشان إيه عشان نتجنبهم نبعد عنهم يعني طيب لأن كانوا بيستعروا معنا في مشاكل بينكم تجنيف نفس المنطقة طيب خالص والله بس هي المشكلة أن والدي كان بيحكي لهم كل فشكلة بقى عندنا في البيت ويعتبر الشيزة عاشين كل حاجة عن حياتنا طيب بدأ بقى نحوك بالغل يحرقهم من حياتنا حضر يا سياتر يا رب حضر يعني مش عاشين بقى ناجل يعني انا الحمد لله بتحاول على قد من قد نداوم على خط البخرة نداوم على الأسكار والحمد لله الحمد لله مدونين على أسكار حضر كويس اللي هو بيجي صليب يتصلب على مفاجد الحمد لله واحد بيداوم برضو بس اللي هو بيشعر طب نعمل كميم شكرا لك شكرا لك يا ناتي بص يا فندم دايما في أسئلتنا هنقسمها لمراحل كده عندنا ثلاث مشاكل في الموضوع ده المشكلة الأولى إن من اللي أكدلك إن هما بيسحروا حلو كده اللي أكدلك وبلغهم إن أمامهم وعمتهم بيسحروا لهم ده الله يسامخوه لأن ده عمل زي مش عايزين نشبه يعني اللي بينفق في إيه بينفق في النار عارف المسأل البالدي وحضرك كملهو لي إنت حضرك لك في الأمثال أنا عارف كمل لي المسأل ده دعائي فضل ما شتمك إلا إلا اللي بلغك دعاء قالت أحمد ده ابن ستين في سبعين واحد سمع دعاء الصح إنه يرد غيبة أحمد وما يبلغوش ولا يبلغ أحمد لا لو بلغ أحمد يبقى عايز إيه لا عايز يوقع بينهم هما الاثنين أو عايز يكرههم في بعض أهو ده بقى اللي بلغ السائلة أو المتصلة دي إن أعمامها وعماتها بيعملولها ده غلطان لإن ده خرب الدنيا ده عم من أعمامها هو اللي قاله وما يدريك ما ممكن هو ليه لمصلحة في الشقاق والنفاق كان ممكن عمها يدافع عنهم من بعيد أو يصلح الموضوع من بعيد لبعيد بدون ما يبلغ علشان النفوس ما تشيلش من بعضها سيدنا النبي نفسه يا ناس ياهو ركزوا سيدنا النبي نفسه كان الصحابة يقول له فلان عمل وفلان خلى النبي ادنا قاعدة قال يا أصحابي لا يخبرني أحد من أصحابي عن أحد شيئا يا وحد يقول له على الثاني حاجة ليه يا رسول الله قال فإني أحب أن أخرج عليكم وأنا سليم الصدر عشان صدري ما إيه أدي أول تك كما شتمك إلا اللي إيه إلا اللي بلغك أدي واحدة اتنين مش عايزين موضوع السحر أي حاجة تحصل يبقى شمعا على عليها عند شوية مغز ده مكتوب ده عمل لي سحر عند شوية تعب ده نشارب سحر ده أنا رحت عندي مش عارف عند مين ده نكلت سحر ده كلام فاضي ما أنزل الله به من سلطان وما هم بضارين صدقوا ربنا ربنا قال كده فيه سحر أو فيه سحر حاشي قدر يمنع لكن شوفوا الآية بتقول إيه وما هم بضارين ضارين دي يتعوما يقولوا مد كلمة مسقل ست حركات يعني نقوله إيه يا فندم في التجويد نقوله إيه وما هم بضارين به من أحد الله يفتع عليك الله أنا أفلك علىه بصراحة تأكيد إن ربنا بيقول لكم ما تقلقوش حتى لو فيه ضرر فالضرر بإيه بإذن الله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله إيه إلا ما كتب الله لنا دي النقطة التالية النقطة التالتة اوعي يكون ده سبب في قطع الأرحام لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع النقطة المهمة بقى أن أنت حضرك قلتي بابايا بيبلغهم كل حاجة لا يا فندم في خطوط حمرة في البيوت البيوت أعزكم الله عورات وربنا إدانا آيات كاملة في القرآن في التعامل مع البيوت ممكن نعمل عنها حلقات بعد كده سلط الحجرات ها ما ليه وفي صور تانية سلط النور لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا ودائما أنا بقول القاعدة دي ادخل بيوت الناس أعمى واخرج منها أبكم فأوعد طلع سر بيتك واخد بالك احذر صديقك مرة احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة فلربما انقلب الصديق فكان أعلم بالمضرة في سحر آه لكن مش عايزين يبقى عندنا هواس وهجص اسمه السحر أي أول مكح يبقى سحر أول ماتعب يبقى سحر لا التحصين بقى سريعا سورة البقرة سماعا وقراءة أذكار الصباح والمساء الصلوات الخمسة في أوقاتها الأذكار الموظفة ليه قبل الأكل بعد الأكل قبل الحمام بعد الحمام الصبح بالليل وانا خارج وانا داخل اللي هو حصن المسلم والإكسار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء والصدقة ولو بالقليل وبخر البيت ببخور جميل كده وحط فوق ده كله اليقين والثقة بالله سبحانه وتعالى كان فيه واحدة قالتلي مرة مثل جميل قوي قالتلي زي الحرامي اللي بيدخل وما انت سايبال الباب مفتوح الله فهو كله بإذن ربنا بس أنت مش محصنة البيت مش مقفلة كويس تقفلة كويس مش واخدة بالأسباب آه مش واخدة بالأسباب فكل الحاجات دي دي تحصين بقى ده الصور العالي من بابهم ممكن نقوله من قسين الوقاية خيرهم من العلاج طيب رسالة جاية لحضرتك أختي عندها 40 سنة جالها عرسان كتير وكانت بترفض لاختلاف الأسباب دلوقتي جالها عريس ذو منصب مرموق ومحترم وزودين بشهادة الجميع أرمل عنده 49 سنة وعنده ثلاث أولاد كبار والأولاد موافقين على جوازه وهم أولاد هدين وبيخدموا نفسهم هل تقبل به كزوج أم ترفضه؟ هي أنسة بس 44 سنة وجالها من فترة كبيرة وورم في السدي وتم استقصاله وعملت عملية ترميم للسدي واصبحت بصحة جيدة السؤال هنا هي مترددة وخايفة دايما وهو بيحاول يطمنها مترددة من زيجات فشلة حواليها ومسؤولية ثلاث أولاد مع أنه بيوعدها أنه هيكون لها زوج حنون لكنها مترددة وخايفة هل تقبله أم ترفض بسبب خفها؟ وكلمة من الشيخ لتتخطى خفها عيني يا فندم صلى على الحديد علي الصلاة عندنا أكتر من لقطة وخليك معي أهو بسلك هل تقوله على العملية؟ لسه هقولك بقى لسه أنا لسه كنت أولي حضرتك بقى معه دا هنا خدي ودي معي بقى عشان دا ما لعبك بقى الأمر الأول يا فندم أولا التعجيل بالزواج مطلوب وخاصة في الزمن اللي إحنا فيه حلو كده وزي ما بيقولهم الإنسان بيتكابل في نصيبه وهي قالت حتة مهمة وقالت إنسان مرموق مش مشكلة أو زمال مش مشكلة وعلى خلق مش كده؟ طرم على خلق ودين توكل على الله بعد استخارة الله سبحانه وتعالى طرم على خلق وإيه؟ ودين وعلى ملأ من الناس وأولاده كويسين هذا أول إيه؟ هنأخذوا بحديث النبي إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه وفي رواية على فكرة النبي أقدم الخلق على الدين قال إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه أمر إلا تفعلوا تكن فتنتهم في الأرض وفسادهم كبير يبقى نتجوز أين نتجوز ودعينا كمان وإحنا نجيلك نقول السزا دعاء ونحضر الفرح كمان وألف مبروك إن شاء الله هذا رقم رقم واحد رقم اثنين هل أنا خايفة الخوف زي ما قلنا مع أي بنت في المرحلة دي وخاصة في السن ده بتبقى ممكن يتحول المدار لفوبيا هو بيزيد كل ما بتتأخ لفوبيا لفوبيا بتبقى خايفة من الفاشل خايفة من المستقبل لا توكل على الله واستخيري الله وخلى عندك حسن ظن بربنا وتفاقله بالخير تجدوه رقم اثنين رقم تلاتة وده المهم أوي 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 هل يا فندم أقول له على العملية لا ما تقول لهش على العملية مش من حقه يعلم هو إمتى من حقه من أول ما خطبك أو من أول ما كتب كتابه خلاص انت بقيت تتابعه إلا إذا الأمر جه لي إيه جه لوحده طالما أن ما فيش أعزكم الله بلا حرج لا حرج في الدين ما فيش أثار ظهرة للعملية وما فيش أثار هتترتب بعد كده على حياتك الصحية والبدنية مؤكدة طبيا من أثار هذه العملية يبقى مش من حقه يعرف خالص من باب الستر ربنا سترك فخلاص وده مش مشكلة بالزنب ده مش الزنبك أنت فخلاص مش من حقه يعرف ولا من حقك تقوليله وإلا إذا هو بقى الأمر وصله وسألك فأنت يخليك صديقة معاه ده بكل إيه بكل بساطة دلوقتي أنا جوزي متجوز علي من خمس سنين وخلف بنت وأنا كنت تقبلت الوضع وعيشت السنين دي يعني بيقسم ما بيننا الأيام وما فيش مشكلة هي كان عندها طفلين لما اتجوز وبعد ما اتجوز هي جابت التالت المشكلة دلوقتي إنه دايما مش مرتاح وبيقول لها بيرجع يقول لها أنا عايزة طلق أنا مش مرتاح بس أنا دايما بسكت وبدعيله ما بديلوش حل عشان بحس موقفي مش محايد حاليا هو زعلان مع امراضه وقاعد عندي ما عرفش التفاصيل بس هو دايما مهموم بسبب الموضوع ده وفي نفس الوقت خايف من الإحساس بالزنب أنا مش عارف أنصحه وخايف اتدخل في الموضوع وهو مش من النوع اللي بيحكي لصحابه السؤال بقى هل أنا المفروض يكون موقفي ايه هو سنه صغير عنده 32 سنة ما شاء الله اهدى مهندس وانا طبيب اهدى اهدى تمام هل بقى اللي بتتكلم دي الزجر الأولى ولا التانية دي الأولى دي الأولى صح؟ انا بحييها بصراحة تصوري ولا انت رأي حضرتك بقى في الموضوع ده آه يعني علي جاس ما رأي حضرتك بقى في السؤال لأنا مذهولة من اللي عنده 32 سنة ده وخلصوا اتجوز اتنين وخلي فاربع عيال خمس عيال مش مشكلة في السن مش مشكلة و32 سنة ده على الاربعين هيكون اتجوز سبعة لا لا مش مشكلة ايه رأيك في موقف السنة ده لا هي مش الرأي الديني الرأي الحياتي لا يعني هي عشان فيه ناس كتير بيستغربوا دي الزوجة القولة تقبل بوضع زي كده تمام وانا كنت شفت مرة يعني حد يعني من الزوجات كانت قالتلي انه جوزها تجوز عليها فبقولها ايه اللي خليكي تقبلي ايه اللي خليكي تقبلي وهي بنت ناس جدا وكده قالتلي يعني هي بتحبو فنار انه مع زوجة تانية بالنسبة لي قهوا بكتير من انه يسيبني خالص ويبقى هو معاها طوال الوقت فانا بالنسبة لي ما قدرش استغنع انه عايزة معايا وفي نفس الوقت هعمل ايه وهو عامل زي ابني غلطان فستات احنا ما نقدرش رحكم على الستات كل واحدة بكل واحدة بمقدرتها في التقبل تختلف من ستة لاخرى ومن بيئة لاخرى ومن مستوى لاخر بل بقى كمان من بلد لاخر في بلاد تانية عرب عادي خالص بيتجوز والزوجة الاولى تحضر الفرع بتاع الزوجة التانية ده شيء بقى طبعا احنا مش نفهمه وياكلوا مع بعض حاجة عجيبة بصراحة يعني بس شرع الله لا حرج فيه بس المهم بشرط واحد العدل طالما عادل خلاص محدش عنده حاجة الامر التاني انا بحيي الستة المحترمة دي ان هي التردد بتاعها بيدل ان هي بنت حلال وخايفة من ربنا سبحانه تعالى انا بقول لها علج الموضوع بحكمة وعلج الموضوع بالشرق وابعت اصدام التانية لان سيدنا النبي في الحديث فيما معناه المن طلبت طلاقة اختها بدون وجه حق فحرام عليها رائحة الجنة او حرم الله عليها الجنة كل ان هو اتجوز او عايز يطلق طلاق الاستمرار ده امر يخصه هو ولما يفتحك في الموضوع ما تحركش موضوع الطلاق عنده لا اقول ربنا يسهل طب ايه ده شوية لله سبحانه وتعالى دافع عن عرض اختك عشان ربنا يقف معاك ولو مالوش خير في دي مش يبقى ليه خير في حضرتك فانت اعملي كده لله سبحانه وتعالى وحط نفسك في مكانه وده ما انا بقول قبل ما تتكلم عن حد يا دعوهانم حط نفسك مكانه وشوف انت هتتمنى يتكلم في حقك بايه بس هو ده الموضوع بكل بساطة انا بشكر حضرتك شكرا جديلا وفضيلة الشيخ احمد الصباح صلى على الحبيب عليها افضل الصلاة والسلام فاسل قصيرك انا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أهلا بكم مشاهدين مرة تانية في سورة الزمر ربنا سبحانه وتعالى يقول وسيقى الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا لأرضنا تبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين صدق الله العظيم أيات كتير في القرآن الكريم بتحص على فعل الخير وتوابه الكبير وعشان كده دايما بنتكلم في فقر جمعية البر والتقوى المصرية عن قيمة العمل الصالح وقيمة الصدقة وقيمة جبر الخواطر من خلال كل أفعال الخير الجماعية بتقوم بيها بمساعدة حضراتكم أنا بشرفني فضلة الشيخ مصطفى فتخ الله المتحدث الرسمي باسم الجماعية البر والتقوى المصرية هيا كنت بتقوله أن الآية دي عايز ترفسرها وفيه آية قبلها نعم نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نبدأ بالدنيا وأعمال الخير اللي فيها ونبدأ بالناس اللي بتشوفنا دلوقتي ومقبلة على فعل الخيرات ونفسهم يتصلوا بينا علشان يعملوا كذا وكذا وكذا في كل مجال وفي كل زمان وفي كل مكان منهم اللي عايز يتفرج على البير وهو محفور منهم اللي عايز يشوف البيوت وهي بتتحفر وهي بتتبني منهم عايز يشوف الناس وهي بتدعيله كل واحد عايز يشوف وفيه ناس تانية على اتجاه تاني بيقنته هؤلاء يقول له يا عم لا أسيبك من ناس ديت لا ما تروحش لا بصنا هقولك على قصة تانية تعالى نمشي فيها زي لي يكونوا يحيصلي ساعة الأدان في المسجد فواحد يقول له ايه فابنوح مشوار وينيجي فجأة الوقت يخرج ويضيع ويضيع صلاة الجماعة ويضيع الخير كل دول يوم القيامة الكل يقف عند رب العالمين الكل حيث ظلام شديد وهنا يقول اهل مش هنقول اهل الكفر ولكن اهل الضلال الناس اللي كانوا بيخلوا الناس الطيبين اللي بيشوفونا دلوقتي ومقبلين على فعل الخيرات يرونوا شايفين كلنا الدنيا ظلمت علينا كلنا دلوقتي وقفين في مقام واحد اللي عمل زي اللي ما عملش اللي تصدق زي اللي ما تصدقش اللي عمل الخيرات واللي ما عملش كلنا وقفين في مقام واحد وهنا تتنزل الآيات جلية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول ربنا تبارك وتعالى وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابِ جاءت الأنوار من رب العالمين على أهل المخام من من؟ من الصادقين من المتصدقين من الفاعلين للخيرات الظلمة أخذها أهل الظلام ولكن أشرقت الأرض بنور ربها في هذا المقام وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يعملون هنا بقى جاءت تفريق بين أهل الخير وأهل الشر هؤلاء من تصدقوا وكانوا في ظل صدقتهم وهؤلاء من تركوا الصدقة أو تغافلوا عنها أو اعتقدوا أن العمر أمد طويل ولن يموت ولن يدخلوا القبر وهنا تتجلى الآيات في أهل هؤلاء زمر والأخرى هؤلاء زمر هنا تبدأ الآيات وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرَى حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها شوفوا في السرعة فتحت لأنها مفتاحة منتظر أهلها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى جاء الاعتراف مجالكوش النبي آل مجالكوش الصحابة مجالكوش بينامك في يوم من الأيام قال لكم أعدتم واشتغلتم وشفتم الخير فهلموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض وهنا قالوا بلى هنا جاء الإنذار أو جاء الأمر أو جاء الكلام أنهم ماكثين في نار جهنم ودبأ صدد اللحن عايزين نتكلم فيه وثيق الذين ابتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين المتصدقين المزكين الفاعلين للخيرات في الدنيا أتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم الذين يريدون أن يروا رسول الله أن يسفع لهم رسول الله أن يجلسون في الفردوس مع رسول الله كل واحد حفر بيه يقول يا رسول الله أنا حفرت بيه في الدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له عايزيني يقول له نفسي أورك يا حضرة النبي البيل أنا حفرت في المكان الفلاني فتفتح أمامه أو هذا المكان يفتح أمامه فيرى ويرى المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أورثنا أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء إلا عمل الخير في الدنيا أو أي إنسان وابنا خلقه لي ميراثين ميراث في النار وميراث في الجنة فأهل الجنة لي ميراثين لأنه دخل الجنة خد ميراثه وميراث البخيل اللي لو كان ممفق كان حيدخل في مكانه وترك ميراثه هو في النار أعطال البخيل فورث إيه ميراثين الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين شوفين ملكون فرحة أنك في حضن النبي وزوجات النبي وأمهات المؤمنين وصحابة النبي الجميع في الفردوس الجميع في زفاف وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق الملائكة حملة العرش الأنبياء الصادقين الصالحين كل أهل الجنة بكل من فيهم بكل من فيهم انظري في نهاية الآية وقيل الحمد لله رب العالمين ختمت الآية بكلمة الحمد لله رب العالمين لأن الجنة لن تحلو إلا برسول الله ولن تحلو وتحلو إلا برؤية وجه ربنا الكريم ولن يرى وجه ربنا الكريم إلا من إلا من أعطى للفقراء وأعطى للمساكين وصدق بالحسن وصدق بالحسن اللي هي إيه إليه الجنة طب ده حضيك قلت الحسنة إليه الجنة الذين سبقت لهم من الحسنة وابن ألف آية أخرى ولهم الحسنة وزيادة والزيادة هي رؤية وجه ربنا الكريم يوم القيامة جميل أعطى واتقى وصدق بالحسنة وفكرة كمان إنه دهات الآية اللي بنقول فيها الحمد لله إنه أحيانا نقول الحمد لله على إنه وفقنا إننا نتصدق نعم يعني لأنه ممكن في ناس ما يجيش في بلها تعيش دنيتها كلها وتموت وتعيشها بالطول والعرض ويجي لها فلوس وتخلص الفلوس وساعة نشوف ناس أغنية جدا جدا وبعدين بتفقروا في آخر أيامهم وبقوا يمندوا قديهم قد يكون ده بسبب إنه ما طلعش مثلا من الفلوس وظف حقيقة ساعة نشوف الناس عاشوا وماتوا وما حدش يفتكرهم بكلمة حلوة أو ما يقول ده كان بخيل أو كذا نعم فالحمد لله إنه ربنا نور بصرتنا للموضوع ده لأن كل شيء تم بفضل الله بحمد الله سبحانه وتعالى أنا عايز أقول لحضرتك إن العطاء العطاء شوفي حضرتك لما ربنا أتكلم في لإيلة في قريش إيلة فيهم رحلة الشتاء والصيف رحلة الشتاء والصيف هنا يا جماعة أنا بقولها في جماعية البر والتقوى رحلة الشتاء أننا نأتي بمئة ألف بطنية نغطي الناس اللي محتاجين الدفة علشان لما يدعوا إن ربنا يكرم اللي دفاهم ربنا يستجيب ورحلة الصيف وإن كانت رحلة الشتاء والصيف معانا طول السنة شغالة إحنا لا نتوقف نتوقف إحنا بنوح نحفر في الشتاء آبار وبنعمل أغطية للناس وبنعمل قوافل للإطعام طول السنة إحنا شغالين رحلة الشتاء والصيف فأنا عايز أقول أن القوافل اللي ربنا ذكرها في القرآن رحلة الشتاء والصيف نحن نقوم بها من فضل الله طول العام لذلك إحنا وصلنا يمكن فيه ناس كثير جدا بتقول لي إنت إزاي وصلت لشمال سيناء إزاي الشيخ زويد أنا عايز أقول لحضرك أن من فضل الله تبارك وتعالى أهل الشيخ زويد وأهل شمال سيناء برغم من هذه الصعوبات التي يعيشونها إلا أنهم أنا عايز أبشر كل من تصدق في الفترة اللي فاتت بطعام وحفر أبار وعمل أسقف أن هؤلاء الناس رفعوا أيديهم إلى الله يدعون لكم جميعا فأنا عايز أقول أن أهل القوافل عايزين نعمل قوافل كتير وكتير وكتير يعني قد تكون بداية للقوافل والمفتوض أنه يعني مستمرة طبعا مش هي مرة أو كده طبعا دي بشكل مستمرة إن شاء الله علشان نغطي الاحتياجات طوال العام بإذن الله يتبرك طيب حتى القوافل بعد القوافل فيه كمان الأبار اللي ما نقدرش ننساها دي مستمرة بقى سواء دخل صيف دخل شتا دخل بطاطين دخل أسقف دخل كذا الأبار دي مستمرة توسل نعم نعم أنا عايزة أتكلم عن الأبار وأقول إن إحنا عندنا كنوز تحت الأرض ويجب أن نخرج تلك الكنوز حتى يشربوا بها عبادة الله سبحانه وتعالى وأنا عايزة أقول إن زي ما عندنا في الدنيا أرض بندرب الأرض نطلع مية فأنا عايزة أقول إن سعدتك حفرت في الدنيا بير جبت زي حديدة خربت الأرض عشان تطلع بيه مية فيستبدله الله لك يوم القيامة بعصى تكون لك في الجنة وإنت ماشي عايزة أشرب من البير اللي أنا سقيت الناس بيه في الجنة فتضرب الأرض في الجنة فيطلع ينبوعا من الماء فتشرب من الماء ثم تكتفي بس ربنا هنا قال إيه مفيش مية بتتزروط في الأرض ومية زيادة لا وقدروها تقديرا يرتفع إليك الكأس من الماء حتى تشرب أنت طب أنت مش عطشان ولا جعان في الجنة ليس هناك جوع ولا عطش ولكن أنت تتلزز بنعم الله حتى أن أهل الجنة من شدة النعم اللي هم عايشين فيها ينسوا 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 لوقت طويل أوي ليست عينيهم ما خدتش الشكل والجمال عشان يبدأوا يسألوا إلا الفقير لا يدخل الفقير الجنة إلا أن يأخذ معه من أطعمه في الدنيا ومن سقاه في الدنيا ومن ستراه في الدنيا هلموا إلى رضا ورضوان ورب راض غير الله جميل وأنا بتفرج على الناس اللي بتشتغل في القبار الناس دي برضو يعني بيانبهم يعني من الحب جانب أو النصيب التصدق جانب لأنه اللي بيدفع الفلوس مش بس بيطلع مياه هو كمان بيدفع للعمال اللي بيشتغلوا في القبار راتب أو يعني شغل إيديهم فبيخلي أسر تانية برضو تأكل وتشرب وتعيش البيغ لو تحفظ حد ديني فلوس أحفظه بيغ من المستفيد بصي بقى أن أخذها من فوق الجن يستفيد لأنه يشرب كما يشرب الإنسان الإنسان يشرب منها يستفيد من طعاما وشرابا النباتات الحيوانات حتى الأرض نفسها الكل أنبتت وربت طب مين كمان بيستفيد اللي بيحفر بفتح له بيته وبيشتغل مصنع الطوب بيستفيد مصنع الطوب علشان يبني والتنكات بتشتغل لفيه كمان بقى واحد كمان في الآخر ده هو اللي احنا بنسميه الجندي المجهول أو اللي أنا بطمن الناس عليه لأنه واحد يقول لي إيه اتحفر البير المياه جاية الحنفية المطور اتحرق يبقى كده مش هتطلع المياه يبقى كده البير مات يبقى أنا فلوسي بواحد لا أنا عايز أقول أولا الفلوس اللي انت بتحطها دي الأول توضع في يد الله تبارك وتعالى الأمر التاني أن هناك واحد متخصص لكل عشر آبار علشان يعمل صيانة للبير غسيل تانك المياه عايز أقول لحضرتك لو فيه أي مشكلة في الموتور نفسه بيعاد أن احنا بنصلح الموتور حتى تظل تلك المياه وأكثر الناس حفاظا على الكنز ده من المياه هم أهل المكان نفسهم هم أكثر الناس يحفظوا عليه بيفتحوا بوقت وبيقفلوا بوقت وبيحفظوا عليه لأنه ده مصدر الحياة بالنسبة له ده بالنسبة لحفظ الأبار ويمكن دي بوده احنا بنقولها من فضل ببنا سبحانه وتعالى احنا بنوسع أكثر موضوع الأبار لأن احنا ممكن نحفر في منطقة فيها مثلا خمسمائة بيت ربعمائة بيت لكن كلما ندب بالمصورة في الأرض تطلع ملحة إذن يبقى الناس دي مش عايزين أبار فقط ولكن عايزين محطة لتحليت المياه تحليت المياه آآآآآ فببدأ أجمع أقول أنا في منطقة 400 بيت أبدأ عملهم محطة تحليت بالتغطية لهذه المنطقة إن أنا أبدأ أحل المياه يبقى تحول البير إلى ثروة مائية بقى كبيرة كأنه نهر عشر حنفيات وكتير أول الحمد لله يعني إحنا شوفنا ده حوالي 8 حنفيات عشرة حنفيات ونبدأ بعد كده الناس تيوح وتشرب وكده وفضل الله سبحانه وتعالى أنا مش أداء أقول له هذيك الفرح قد إيه والخير قد إيه اللي احنا بنشوفه فكل قطرة مياه بتنزل وكأني أرى الملائكة تدعو لصاحب هذه الصدقة عزين برضو نروح لفكرة التصدق عن طريق تسقيف البيوت هي الفكرة إنه أي حاجة في الدنيا بيبقى لها أول ونهاية يعني أي حاجة بتخلص إلا الحاجات دي ما بتخلصش يعني مستمرة حتى بعد وفاة الشخص يعني شغلي هيقف أول ما موت إنما ممكن الفعل الخير ما يقفش أنا عايز أقول أن فعل الخير عبارة عن طلب مختم بالختم الإلهي بالقبول من الله تبارك وتعالى ماضي علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه الختم الإلهي يتاخذ ويتطبق ويفضل معك لغاية يوم القيامة تيفعوا كده أمام الله يوم القيامة لذلك كان عندنا سيدنا عمر بن الخطاب في المرأة التي جاء في الليل وذهب لإطعامها وسخياه تخيلي خد المظلمة بتاعت الست وقال إيه ضعوا هذه المظلمة معي في قبري حتى إذا وقفت أمام ربي يوم القيامة أولهي المظلمة هي أنا اشتغيتها يا رب لذلك أنا بقول لحضرتك اللي أنت بتعمله الإصال اللي بيجي لك باسم البئر هو دا اللي أنت بتمسكه معك يوم القيامة عند الله يتبارك وتعالى هو دا اللي بتقول أنا تصدقت بهذا البئر ليشرب منه الناس مش دا اللي بينقص من المال إنما دا اللي بيزيد دا اللي بيزيد دا اللي بيبقاله مش هو دا اللي بيغضو معاه وهو داخل إلى القبور طيب إحنا هنا اللي شايفين التسقيف البيوت وصلتوا يعني دي تقريبا مبادرة حياة كريمة نعم وأعتقد إن مجهود الحقيقة إحنا بنقول إن الستر أنواع ستر الجسد وستر السقف اللي هو سقف البيت وستر البنات اللي هم اليتام فالستر هنا مختلف بنعمل دا وبنعمل دا وبنعمل دا ملابس مطاطين بالضبط كده أسقف وجهاز لليتيمات وإن شاء الله أثناء وفيه كمان ستر اللي هو المشاريع الصغيرة نعم وده اللي إحنا لسه بنقوله دا وده في القوافل اللي إحنا بنعملها إن القوافل بنحاول نعمل مشاريع صغيرة لأهالي المناطق دي ونسأل الله سبحانه وتعالى إن ربنا يكرم إحنا الحمد لله معانا مبادرات من الرئاسة الجمهورية إن هم بيبنوا بيوت وإحنا بنشترك في مبادرة حياة كريمة إن إحنا بنسأف بيوت الأسقف بتاعتها هالكة طبعا إحنا جلنا مثال سريع كده من حوالي أسبوع والمطرة صبحت علينا وفي توقيت الظهر العصري كده كان يوم أعتقد الجمعة فهي الأخبار في ناس حصل الله كتير قوي بدأ الزحف بقى لله سبحانه وتعالى لما حسنا شوية بيوت بدأت الناس تبع بطاطين لا أنا عايز الناس ما تحسش بالبرد عشان تبعت لا أنا عايزكم زي ما ربنا قال في القرآن ألف لامين ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب من تنتظرش تشوف بعينك المطر عشان تتبرع تسقف بيت يعني في بعض الناس قالولي هو فعلا دايما التبرعات بتزيد بعد الكوارث بالضبط يعني يتبدأ الناس ترم عشان الكوارث اللي حصلت وعايزين نعم طب ما أكمل أول يعني أنا أتصل في أحد المناطق أحد بكلمه المفروض ده هنا تقابل فقال لي أنا بقالي أسبوع بنعمل عملية تسقيف لبعض البيوت قلت لي طب أنت فين في المكان ده قال لي أثناء وإحنا بنسقف البيوت إنهالة الأمطار فبوضة الأسقف تماما طب إحنا فين الأسبوع اللي قبله طب أسبوع اللي باع قبله طب إحنا دلوقتي فين دلوقتي إن إحنا نسطر على الناس قبل ما الدنيا تشتد والشتاء يدخل علينا فهلموا هلموا وأسرعوا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك بأمين هم ذول اللي عند ربنا سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم يا رب آمين يا رب العالمين بشكر حضرتك شكرا جزيلا قدرت الشيخ مصر فتحان المتحدث الرسمي باسم جماعة البر والتقوى المصرية شكرا لحضرتكم على حسن المتابعة شكرا لكم على خير بكرة بإذن الله شكرا لكم على المتابعة